بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه هداه وبعد في زمن كثرت فيه التغيرات في زمن غيرت فيه التقنية والتقدم التكنولوجي كثيرا من المفاهيم خاصة بين أبنائنا وبناتنا وشبابنا مفاهيم تتعلق بالسلوك والأخلاق مفاهيم تتعلق بالقيم الإنسانية والإسلامية في هذا الزمن حري بنا أن ننبه الناس إلى القيم الإنسانية والقيم الإسلامية وعلى رأس هذه القيم قيمة مهمة قيمة عظمها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فجعلها بعد عبادته وجعل شكرها بعد شكره قيمة بر الوالدين ولما نتكلم عن بر الوالدين نستحضر قول الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذه الآية هي دستور عملي في معاملة كل واحد منا لوالديه فإن الله سبحانه وتعالى جعل حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تكلم الله عن حق الوالدين الذي لو اجتهد الإنسان طيلة حياته وأراد أن يوفي حق والديه ما وفاه مهما فعل ومهما اجتهد فقط لأن والديه خدماه ورباه واجتهدا معه بدون مقابل لأنهم فعلوا معه كل خير بحب لذلك لأنهم فعلوا ما عليهم واجتهدوا في هذا الطريق ليس لشيء وليس لهدف إلا إرضاء لله سبحانه وتعالى وإلا خدمة لهذا المولود لذلك لما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأزنه في الجهاد فقال له ألك والدان؟ ألك أم؟ قال نعم قال اذهب ففيها فجاهد وأكثر من رواية تدل على هذا المعنى والنصوص الإسلامية والنصوص في القرآن والسنة تدل كلها على أن بر الوالدين أهم شيء يجب على الإنسان أن ينتبه له وأنه فرض عين على كل إنسان لا ينشغل بشيء عنه ولا يقدم شيء عليه ولا يشغله لا أمر دين ولا أمر دنيا على بر الوالدين فهو على رأس الأمور لذلك قال الله في حقه أنشكر لي ولوالديك ومفهوم بر الوالدين ليس فقط أن تعاملهما كما يعاملانك لأن كثيرا ممن يسمعنا يتخيل أن بر الوالدين يكون أن أعاملهم بالحسنة كما يعاملاني بالحسنة وأن أعاملهم باللطف كما يتعاملان معي باللطف ولكن المفهوم أوسع من ذلك بكثير بر الوالدين لأنهم والدين حتى وإن أساءوا إليك بر الوالدين لأنهم والدين حتى وإن انتقصوك حقق قال الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما حتى وهما يأمرانك بالشرك وهما يطلبان منك أن تعصي الله سبحانه وتعالى قال لا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا ولكن أد حقهما عليك بر الوالدين حق لهما وهو دين ما فعلته مع والديك سيفعله أبناؤك معك فهذا دين سيقضى لك بر الوالدين لا يكون في الحياة فقط فمن مات والده أو والداه يستطيع أن يبرهما كما جاء رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله هل هناك بر للوالدين بعد الوفاة فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بالصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاز عهدهما وإكرام صديقهما كل هذا بر للوالدين بعد الوفاة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بارين بوالدين وأن ينفعنا بهم اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته